حكم شيخ أحمد يسأل عن الصلاة خلف إمام الحرم أو إمام الحرم المكي أو المدني بخلف الشاشات ويذكر بأن أحد المفتين أو أحد طلبة العلم أفتا بجواز ذلك الصلاة مع الحرم خلف شاشة التلفاز غير مشروعة لأنه لا يتحقق معها مقصود الشارع من الجماعة فإن الجماعة تعني الاجتماع في المكان حسا أو عرفا وهذا غير متحقق كيف يجتمع مع إمام الحرم وهو يبعد عنه مسافة طويلة هذا لا يمكن إلا لو قيل بهذا لقيل المسلمون مليار ونصف يصلون مع إمام الحرم وهذا يؤدي يعني يترتب عليه محاذير شرعية فالأصل في العبادات التوقيف الأصل في العبادات التوقيف ولذلك فعامة أو أكثر أهل العلم يرون عدم صحة الصلاة في هذه الحال والإنسان لا يعرض صلاته للبطلان وأيضا حتى تخريجها على بعض ما قالها الفقهاء السابقين تخريج غير صحيح الفقهاء السابق ولم يخطو ببالهم أصلا وجود مثل هذه مثل هذا الأمر أن تنقل الصلاة على هواء مباشرة والجماعة والاجتماع هنا غير متحقق وأيضا مقصود الشارع من الجماعة غير متحقق والأصل في العبادات التوقيف وعلى هذا نقول لا يشرع الاقتداء بإمام الحرم لمن كان بعيدا عن الحرم نعم من كان قريبا من الحرم يعني الساحات المطلة على الحرم الساحات القريبة على الحرم الفنادق المطلة على الحرم هنا لا بأس لأنهم يمكنهم أن يروا المأمومين لكن من كان بعيدا عن الحرم فهذا لا يشرع له الاقتداء بإمام الحرم ترجمة نانسي قنقر